على الفارق لفريقه النهاردة محمد الشناوي بيوصل للإنقاذ رقم 24 مع النادي الأهلي في الدوري 24 إنقاذ محمد الشناوي وصل إلى الكلين شيت الكلين شيت رقم 12 يمكن لو استعرضنا أرقام دي أول نستعرض أرقام محمد الشناوي حنبص نلاقي أنه هو أكتر مباراة محمد الشناوي أنقص فيها إنقاذات فرص محققة أكتر مباراة في الدوري كله من أول الدوري النهاردة تصدى الخمس إنقاذات منهم انفرادين محققين أكتر مباراة قام بالتصد الصحيح للتزديدات سبع تزديدات بالتساوي مع مباراة المقاولين العرب أكتر اتنين أكتر مبارتين تصدى فيهم لتزديدات ماتش المصري وماتش المقاولين العرضيات اتنين من اتنين بنسبة نجاح 100% خروج صحيح من المرمى الإبعاد هجمة اتنين عمل كم تمريرة طولية 24 تمريرة طولية ونركز في الرقم ده منهم 8 صح الكلين شيت رقم 12 في الدوري على فكرة للسالو ماتش ويكسر رقم السنة اللي فاتت كلها كان عنده 13 كلين شيت ولكن الرقم المهم كمان لمحمد الشناوي غير سرعة رد الفعل غير يحسب لمدرب الحراس تطوير محمد الشناوي في تحضير الهجمة من الخلف النهاردة بيعمل 24 تمريرة طولية معانا أكتر من لعبة لمحمد الشناوي هو اللي بيحضر الهجمة من الخلف يعني ده أول واحدة محمد الشناوي لعبها ليه علي معلول ده جون عنده موهبة التمرير طولي من وراء بصت حدق لعبها العلي معلول من وراء الباك وبالتالي واحدة منتقى يعني الجمال برضو في واحدة تانية اللي هي بتاعة مروان محسن اللي جات هدف وتحسب التسلل ده الشناوي بيلعب ده الجون لما يكون بيلعب حرس المرمة لما يكون بيلعب برجله كويس بتفرق كتير جدا خاصة في فكرة الفرقة اللي بتلعب على الاستحواز صح وهنا ريني فايلر مدور مدرب الحراس بصمته واضحة على محمد الشناوي بصراحة دوره تطوير النهاردة محمد الشناوي انا باعتبره النهاردة حتى الان ربنا يحفظه يعني لعب الموسم للنادي الاهلي من الضم يعني في الخمستاشر مباراة كل ماتش يمكن بينافس على رجل بص حدك لعب اهو تمرير طولي اهو لأ يعني ده حتى الكورة يعني ده الهدف التالت هنا استاذ سامير جايب هنة واستاذ عادل طبعا هو يعني جايب اللعبة ديت ان هي الهدف التالت جاي من عند محمد الشناوي تمام ايه ده نقول لدي ارقاب بقى محمد الشناوي يمكن هو التصدي صحيح للتزديدات سبعة سبعة قلنا ان هو اكتر مباراة تصدى فيها صحيح للتزديدات ايه اكتر مباراة عمل فيها انقاذات ايه زي ما قلنا خمسة وصدى انفراضين وعرضيتين صحيح اتنين خروج صحيح من المرمى اتنين وليه اربعة وعشرين تمرير طولية الكلين شيت ده رقم اتناشر طيب رقم اتنين في التقييم جونيور اجايه جونيور اجايه لما راح راس حربة كمهاجم واهمي في الشوط التاني فرق كتير جدا بصراحة لما بلعب راس حربة ده